أهلا بكم في النشرة الاقتصادية أكد وزير المواصلات والاتصالات كامل بن أحمد التزام الوزارة بتحسن مستوى الخدمات المقدمة في قطاع المواصلات بما فيه قطاع سيارات الأجرة لكونه من القطاعات الحيوية التي تمثل ركيزة رئيسية للارتقاء بوسائل النقل في المملكة جاء ذلك لدى رعاية الوزير حفل الشركة العربية لسيارات الأجرة تاكسي العربية في مجمع السيف بالمحرق حيث انضمت سيارة جديدة للخدمة في أسطول الشركة وأكد الوزير سعي الوزارة إلى تشجيع القطاع الخاص في مجال تطوير مستوى الخدمات المقدمة وزيادة عدد الشركات العاملة في هذا القطاع أعتقد السيارات جدا جيدة وراح تزيد من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والزوار في مملكة البحرين طبعا نشجع الشركات على تطوير سطولها وعلى تطوير الخدمات أيضا الميتر متطور اللي راح يستخدم في هذه السيارات وإن شاء الله في القريب العاجل نشوف قوانين بتطلع قرارات بتطلع إن شاء الله خلال شهر بنطلع قرار لتنظيم قطاع سيارات الأجرة وسيارات الأجرة تحت الطلب بنظم من العملية وبيزير من مستوى الخدمة في المملكة إن شاء الله نحن أكد أن سوق البحرين راح يستوعب هذه السيارات بشكل سهل ويحتاج سيارات إضافية وسيارات الجديدة تعتبر إضافة من ناحية الجودة من ناحية القدرتها على المنافسة وإقتصادها في الوقود بالإضافة إلى توفر كل قطاع الغيار اللي يمكن كان في الماضي أحد التحديات التي شكلت لندن تكسل إنها هي قطاع الغيار كما هي تتوالم مع طبيعة الحرارة أو طبيعة الجو المنطقة وبالتالي سيارات إضافة نفسها راح تكمل تشكيلة أعلنت برصة البحرين عن بدء الاكتتاب في الإصطار رقم 23 للسكوك التأجير الإسلامية الحكومية ويمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين الاكتتاب مباشرة من خلال السوق الأول وذلك بعطاء أوامرهم للوسطاء المسجلين في البورصة ومن ثم تداوله في السوق الثانوي في إدراجه في 26 من يوليو الجاري وقد حددت البورصة فترة الاكتتاب في هذا الطرح من خلال البسطاء المسجلين في البورصة ابتداء من اليوم وحتى يوم الثلاثاء القادم ويبلغ حجم الإصدار 200 مليون دينار بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للسك في حين تبلغ مدة الإصدار 10 سنوات في الواقع نتوقع أن يكون هناك إقبال ممتاز على هذه السكوك نظراً لما تمثل هذه الأدالة الاستثمارية من فرص استثمارية ممتازة جداً وخصوصاً أن معظم الاستثمارين يبحثون عن الاستثمارات الآمنة والتي تتمثل مثلاً في السندات والسكوك وبعض الأدوات الاستثمارية الأخرى السكوك طبعاً على رأس هذه الإصدارات وخصوصاً العائد سوف يكون 5% لما تم طرح هذا عن طريق البورصة نحن سهلنا طريقة الاستثمار طريقة الاكتتاب في هذه السكوك سوف تكون لحد الأدنى للاكتتاب 500 ديار البحرين فقط بالإضافة أننا سوف يتم تحديد كمية مضمونة لصغر المستثمارين والتي تعالى 10 ألاف سك